السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر العالم دلوقتي بدأ يتبلور بشكل غير مسبوق إلى درجة أن الولايات المتحدة الأمريكية قادة الدول الناتو فنجحت في أن هي تبلور التكتلات والتحالفات بحيث أن التحالفات المضادة بدأت تتجمع مع بعضها عاملة زي قطرات الزيت أو عاملة زي الزئبق اللي هو بيحاول يتشكل كده مع بعضه وبيتجمع في الآخر لبقعة واحدة نفس المسألة دي حاليا خاصة في الأويناء الأخيرة بعد تفجر أزمة روسيا وأوكرانيا حصلت دلوقتي حضراتكم تلاحظوا تكتل دول الناتو بالإضافة إلى عدد من الدول الأخرى اللي نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في أن هي تضمها للتكتل بتاحها اتجاه ثم في مواجهة ذلك هناك ثلاث قوى قطيرة روسيا الصين كوريا الشمالية روسيا والصين احنا عارفنا طبعا المصير بتاحهم ونظامهم ايه ووضعيتهم ايه بالزبط خاصة وان احنا نشرنا الكثير من الحلقات بهذا الخصوص ولا زال طبعا في جعوبتنا حلقة أخرى حوالين التحالف والتعاون الصيني الروسي فدلوقت حضرتكم الصين وروسيا وكوريا الشمالية في مواجهة دول الناتو بعض الناس هتقولك لا تكتل وتحالف الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو هو الأقوى لا ساعدتك انت ما خدتش بالك أساسا من حلقة سابقة اللي كشفنا فيها عن تصريحات هنري كسينجر وزير القارجية الأمريكية الأسبق اللي قال فيها بالحرف الواحد ان الصين والحلفاء صين بقصيد في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وفي حرب بردة متوقعة ما بين الطرفين دولي ولو اشتعلت الحرب دي تلعالم كله هيتنايل بستين ألف نيلة لأن الصين دولة قوية جدا بالإضافة إلى ان روسيا وقوتها النووية تعادل القوة النووية لكل دول الناتو بلا استثناء هما بيرهنوا على المساحة الجغرافية اللي هو التكتل الغربي بينما التكتل الشرق مش معاه مساحة جغرافية على الرغم من أن المساحة الجغرافية لو حسبناها هنعتبرها مساحة عادل أوروبا وأمريكا بس احنا بنتكلم على عدد الدول عدد الدول في الكتلة الغربية أكتر ورغم ذلك هي غير مؤثرة لأن روسيا لوحدها مع الصين بتعادل كل هذه القوة عسكريا نوويا جغرافيا بالإضافة إلى كوريا الشمالية انضمت لهذا التكتل مش بمزاجها الخصومة مع الولايات المتحدة الأمريكية والخصومة اللي أشعلتها أمريكا ودول الناتو في مواجهة التلاتة دولي روسيا الصين كوريا الشمالية خلت التلاتة يبدأوا يرتبوا أوراقهم مع بعضيهم الكتلة الغربية في مواجهة الكتلة الشرقية كوريا الشمالية منذ ساعات قليلة وجئنا بأن هي وعبر تقرير رسمي لوكالة الأنباء الرسمية بكوريا الشمالية بتؤكد أن كوريا الشمالية اختبرت غواصة قادرة علشان هجوم نووي يمكنه التسبب بالسنامي إشعاعي نووي واسع النطاق عبر انفجار تحت المياه عملنا اختبارات لغواصة الغواصة دي تقدر على أن هي تعمل هجوم نووي وهي تحت المياه بحيث أن هي تعمل تسنامي إشعاعي نووي في مواجهة أي دولة تهدد كوريا الشمالية وقلقت كوريا الشمالية باللوم في تدهور الأمن الإقليمي على التدريبات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وذكرت أن الجيش الكوري الشمالي نشر واختبر خلال تدريبات قبالة مقاطعة هامجيونج الجنوبية منظومة أسلحة جديدة مهمتها التسبب بالسنامي إشعاعي واصع النطاق عبر انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية ده اللي قاله التقرير الرسمي بتاع وكالة الأنباء بتاعة كوريا الشمالية ثم التقرير بيقول أن الغواصة دي يمكنها نشر يمكن نشرها على أي ساحل أو ميناء وذكرت أن السلاح السري تم وضعه في المياه وقام بتفجير رأس حربي تجريبي يعني كوريا الشمالية اختبرت الغواصة النووية دي عبر السلاح السري ده اللي أعلنت عنه وقالت هو ممكن يتوجه ضد أي دولة معادية مين بقى؟ هم ما سابناش كتير عشان نضرب أخمس في أسداس كيم جون غو أون زعيم كوريا الشمالية أعلن في تصريحاته الرسمية تعقيبا على هذه الاختبارات اللي عملتها كوريا الشمالية وقال أن التدريبات اللي احنا أجريناها على الغواصة والسلاح السري بمثابة رسالة تحذير لأمريكا وكوريا الجنوبية من أجل إدراك القدرة غير المحدودة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على الردع الصواريخ دي موجهة لأمريكا وكوريا الجنوبية عشان تكون بمثابة رسالة ردع ليهم المحللين والمختصين قالوا أن الصاروخ اللي تم إطلاقه من الغواصة النووية بتاعة كوريا الشمالية خلال الساعات القليلة الماضية بمثابة هجوم على تدريبات أمريكا وكوريا الجنوبية منتهى التحدي شفت الوسائل وصلت لحد فين أنت بتتدرب في المياه الإقليمية بتاعتي وبتتحداني بتدريباتك ومنوراتك وأنت عارف وأنا عارف أن المنورات دي بمثابة رسالة ردع الكوريا الشمالية مفيش رسالة ردع أحسن من رسالة ردع وبناء عليه العم كيم جونغو أونزا عم كوريا الشمالية أطلق السلاح السر النووي بتاعه القادر على إحداث تسونامي إشعاعي نووي في موجهة أي دولة معادية يكفي أن الغواصة تطلق الصاروخ بتاعها من تحت المياه وإنت مش هتقدر تكتشفها الصاروخ هيوصل لشط أي دولة بتحددها كوريا الشمالية خلصت والغواصة موجودة على مسافة كبيرة كيم جونغو أون بيقول ديت رسالة ردع الأمريكا وكوريا الجنوبية وأكد رغبته في جعل أمريكا والنظام الدمية في كوريا الجنوبية يغرقون في اليأس والتحديات وحدة بوحدة والبادي أظلم دل حصل طبعا حدث ذلك في نفس التوقيت للمؤشرات بتاعة التصعيد ما بين الصين وأمريكا بتتصاعد السهم بيطلع السماء بمعدلات كبيرة جدا في ذات الوقت التوترات شغالة على قدم وساق ما بين روسيا وما بين دول الناتو نشر أسلاحة نووية الاعتراف بذلك من قبل فلادمر بوتن رئيس روسيا الوضع بيتطربه الوضع بيتوتر العالم بدأ يقف على صفيح ملتهب طبعا التوترات ديات غير مسبوقة العالم كله مشاهدهاش قبل كده لأول مرة تحدث مثل هذه التوترات المنشتات أيضا صادمة كوريا الشمالية تهاجب مناورات واشنطن وسول وتهدد بالسونامي إشعاعي كيم جنغؤون يشهد اختبار طائرة مصيارة تحت الماء قادرة على تنفيذ هجوم نووي أحدث السونامي تحدث سونامي إشعاعي شاهد كوريا الشمالية تختبر مصيارة تحت الماء قادرة علشان هجوم هي تعتبر بمثابة مصيارة لكنها غواصة سريعة للغاية ويطلق عليها اسم مصيارة أوه دا الوضع اللي حصل على المصار بتاع كوريا الشمالية وربنا يسطرها لإني الواضح أن في حرب هتشتعل اللهم إلا إذا أنقذتنا عدالة السماء وربنا أحسن من الكل ربنا يسطرها ترجمة نانسي قنقر